بطل الأردن لسباق الكارتينج ترشع تربع على عرش الطفولة لمدة 3 سنين بطولة الأردن للكارتينج عام 2004-2005 و2006 وكان له شرف تمثيل الأردن المرة الأولى بسباق الفورميولا حمزة ديراني صباح الخير صباح الخير كيف حالك؟ تمام الحمد لله شكرا لك بحب السرعة والمغامرة او ليس كتير اكيد تحب اكيد تكتير بنا عن البدايات اختيار هذا النوع من الرياضة يعني دائما منه صغير كام بتذكر مثلا اكتر اشترك يشبه اني بدي بدي سوء يعني مثلا من نحن صغار كل اسحاب كان بالحب بلاء وماسكتبولة او شي انا لأفضل انه بدي سوء كان عندي مثلا دراجة صغيرة كان كلهم دائما بدي طلع سوء مثلا على الوكد طلع سوء كما تفرج عن السباقات دائماً كنت تقرأ عن السيارات دائماً هذا كان الوحيد الذي يريد أن يفعله دائماً يعني لديك سواء لكن سواء أولاً سرعة نعم سواء أولاً سرعة إذا أريد أن يكون سواء أولاً سرعة لا أريد أن أطلع سواء أولاً يجب أن تكون بسرعة نحن نتحدث عن الموضوع بين السرعة وبين الاحتراف وبعدين كيف حصلت الخطوات أحمد؟ أول سباق شاركت فيه كانوا عاملين سباق للدراجات الأربع عجال هذا كان في 1997 كان في حلبة في مادبة كانوا عاملينها هذا بالنسبة لي كان أول مشاركة فيه بسباق حقيقي والحمد لله أنه ربحته كان أول سباق إلي بعدين بلشت بالكارتنج الكارتنج اللي هي لأنه أول خطوة لأي درايفر لرياضة السيارات الكارتنج هي سيارة صغيرة ما فيها أي شيء مثلاً ما فيها أي شيء إلكتروني كل كل الرئيسات التي تعملها هي ناتجة عن أنت فعلياً ما تسوقي ما فيها أي نظام يساعدك فيها حسناً وهي الخطوة الأولى التي تدخلك لعالم رياضة السيارات وبدأت بها ناتجة سيارات الملكي في 1999 تسع وتسع 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 كان هناك إقبال عليها أو كانت تعتبر فكرة جديدة؟ لا، كان هناك لكن لا، أكيد ليس كذلك سنة بعد سنة عم بظلت تتحسن رياضة الكارتنج وعم بظلت يجي عليها درايفرز جداد عندما بدأت بها لم أكنت أعرف أي شيء في رياضة الكارتنج لأن مثلاً تسطب السيارات وكيف تسوقيها مظبوط وكيف تحضرها للسباة كنت انزل السباة بسكة وكما كان لدي أي فكرة كيف يجب أن أحضر السباة ثم أبدأت أجيب مراكز مناحة وربحت أول سباة في 2001 في 2002 كنت أتوقع تصل إلى مرحلة أن تشارك بمسابقات وتربح وكما تأخذ المركب الأول كان حلم بالنسبة لي دائماً كان حلم بالنسبة لي أني أربح سباة أو أني يكون مثلاً أسرع ناس يعني أول مرة أول مرة أرسقت الكارت كنت أتظلت على التراكما لم أفهم شيء جديد علي عم طلع على كل درايفرز أسرع مني والذين لديهم خبرة أكتر مني لأنه كان هناك درايفرز إليهم سنين يسوقوا فحبيت وحسيت أنه أنه بقدر أوصل وحسيت بالبقين أنه يجب أن تدرب وأنه يجب أن تدرب وأنه يجب أن تربح كان حلم بالنسبة لي بدأت تدرب وصرت أجيب نتائج أحسن لأحد ما ربحت أول سباة في 2001 يعني حلم في سنتين وثلاثة كنت محترم في 2003 هذه أحلى سنة برياطة سيارات بالنسبة لي كان هناك سباة سباة هذه السنة وهي واحدة من أطول السنين اللي تكون البطولة فيها كان أول سنة بركز أنه لا هذه السنة راح أنزل بطولة كاملة لأنه قبل ما كنت يعني كنت مثلا أنزل سباة سباة آيام بعدين وقف سباة في 2003 قررت أنه بدي أنزل البطولة كاملة وكون متدرب لها مظبوط مظبوط وحتى طريقة التحضير أنه تكون مظبوطة في كل سنين قبل كما قلت لك لا أعرف كما يحدث بس أنزل سوء تعلمت مظبوط فهمت عنها أكثر وكثير كثير كما ساعدني فيها الذي حضر لي السيارة وهو أيميل عزار حمزي نرى هذا التدريب الرالي ليس التدريب صح؟ هذا الرالي تدريب كان؟ هذا التدريب كيف انتقلت من الكارتينج للرالي؟ بعدما عملت الكارتينج وربعت فيها كذا سنين ومترمت لك هي الباس لأنه هي التي تعلمت كل الباسيكات الأساس يكون كارتينج نعم كيف طريقة تفوت على اللفات كيف تطلع من لف إلى لف هذا كل الباسيكات تستخدم الكارتينج شاركت بأول رالي كمان في 2001 كيف تطلع؟ كمان في كارتينج كمان في رالي بلشت انزل بل اثنين حسنا نتيجة جبتها بالرالي كان مركز ثاني كان بعض سنتين من المعنى كان صعب أولها لأنه كان امكانيات كثير قليلة والاستاتي جديد أول سنة يضعناها كلها انتحبات فظلينا نتدرب انتحبات يعني شو؟ ننسحب من الرالي نطلع حسب شو؟ تخرب السيارة أول سنة كانت كثير كثير صعبة بس لا كمان نفس شيء مثل الكارتينج صررنا انه نكمل بعدين جت مركز ثاني وبعدين سرت يعني عم نطلع بلافة أعلى وجبنا سيارة أحسن بعدين سيارة أحسن وباخر سنة نزلت مع فريق أمجد فراح بطل أردن بالرالي كمان دعمني ونزلت معه برالي الأردن الدولة 2007 وجبت مركز ثاني على الترتيب العام بالنسبة للأردنية كمان وراء أمجد كمان كانت دفعة كثير منيحة حالو هلأ انت فوزت بثلاث بطولات لسباق الكارتينج صح؟ ثلاث سنين احا وبعدين أو خلال هالفترة انتقلت للرالي كتجهيز سيارة شو الفرق بين الكارت والرالي؟ تختلف بالرالي عندك المطورة وعندك السيارة لا يوجد اشياء فيها كثيرا تعمل عليها لانها ستب شغلات صغيرة بس طبعا زي ما حكيت انت لازم البيسيك يكون الكارت عشان تقدر تدخل تتعلمي منها لانه الحلو بسبقات الكارتينج لما انت مثلا يكون عندك سبق فيه مثلا 25 درايفر أو 25 درايفر كل السيارات نفس القوة بالضبط لازم يستعملوا نفس العجال كلاس تبعها نفس الاشي فبالكارت لما واحد مثلا يربح ويعمل تايم احسن بيكون هو جد انه هذا نتيجة شوهو عم بسوق لانه ما فرق بالسيارات كل السيارات نفس الاشي فمشانك تلاقي مثلا البيربح من الكارت بيكون جد قادر يتفوق فيها اما مثلا بسبقات تانية مثلا لما تطلع انت على أعلى بصير عندك فروق كبيرة بالسيارات وبطريقة التحضير فممكن انه مثلا الفريق اللي معك او السيارة يغطي شوي معا اللي انت عم بتسوقيه واللي يعطيك مثلا يعطيك ايش احسن للا تقدري تعمل نتيجة احسن اما بالكارت كل السيارات يعني لحد 95% نفس السيارات بالضبط بفرق اشغلات صغيرة انت بتمليها بالستب فمشانك بتلاقي انه اللي اللي عم بيربح بيكون جد عنده موهبة بالكارت شانك مثلا كل ابطال العالم كان بالفورملا أو بالرالي كلهم مبلشين بالكارت وكانوا ابطال كارتنج ببداياتهم وامت بعدين انت قلت لالفورملا بالالفين وخمسة بالالفين وخمسة بالالفين وخمسة كيف شو اللي شجعك تدفل الفورملا صراح ما كانت توقع يعني كان في فريق امرتس عم بدوروا بدوهم درايفر عربي فكانوا كتير هون كان بهمهم انه اكسبيريينس الكارتنج اللي يطلع من اللي يطلع خنقول درايفر جيد كان بهمهم الكارتنج فحكوا معي لانه كانوا انه شايفين نتائج تابع بالسنين اللي قبل رحت اول مرة قابلتهم بالبحرين عملنا شوية تجارب على تحكي مع الفريق وكل شو طلعنا وخلص اتفاقنا عملت معهم اول سبق كان بشهر 11 بنفس السنة بالالفين وخمسة اوك اول سبق كان باليابان بعدين عملنا سبق بالصين كان سبق فورمولا 1 بعدين سبقت بالبحرين كمان بالفورمولا 4 بعدين عملنا تستينك بالفورمولا 1 وبريطانيا بدل 2006 يعني عدت دول شو المراحل لوصلتها؟ احسن النتيجة اللي كانت بالبحرين عملت ثالت المهارات التي تكتسبها أو التي يجب أن تكون ممتلكها بالفورميولة غير عن الرالي وغير عن الكارتينج أو تقريباً فيه زي ما حكيت أنت الباسيك الباسيك هي إيه بس هلأ الفرق بالفورميولة مثلاً لازم يكون عندك لياقة كتير كتير أعلى لياقة؟ كتير أه يعني كثير من الناس يستغرب بإليك أنه تسوق ماه بالتعب بس بتلاقي مثلاً درايفر إذا جديد ومش متعود مثلاً بيسوق مثلاً 6-7 لفات خلاص بينزل حتى أعداً بيلهات كأنه كان عم بركض آآ بتعب بتعب كتير لأنه هلأ إنتي لما تكوني بالسيارة كل آياتك مربطة يعني عم بتلفي يعني بسرعة كتير عالية في فيه ديفورس على يعني أضعف وزنك على جسمك وبيصفي كله تقل يعني بصفي أنت يعني اللي ستيرينج بالفورميولة وانت عادة عم بتسوقي كانك حاملة مثلاً دائرة ووزنها عشرين كيلو طويلة بإيدك وعادة عم بتلفي فيها فكل جسمك بشد وتحسي بتعب منها إذا مثلاً الواحد مش متدرب مضبوط وفتنس طبعه مش عالية ما بيقدر أكمل سبق هاي شغلة كمان بالنسبة لي كانت كثير منيحة مثلاً بالكارتن كان عند لياقة عالية كنت لما نخلص السبق طوله خمسة وعشرين لفة انزل مرتاح لأنه بالتدريب أصلاً كون عام بيعمل أربعين لفة أما درايفورس تانيين مثلاً بيكون مثلاً عم بيطعب بيبصى مثلاً آخر خمس لفات بالسبق خلص إيدي شده كثير مش عادر يكمل عم بيطعب مش عم بيقدر أخذ نفس مضبوط فبتلاقي بيبطئ آخر السبق طب احكي لنا حمزة هلا انت من 2008 لهلا في ثلاثة سنين انقطاع شو عملت فيهم وشو عم بتحضر آخر اش عملنا 2008 اللي هي كانت بطولة الشرق الأوسط كانت بجولتين بمصر وجولة بدبي حمزة اللي عملنا فيها كثير منيح طلعنا أنا ودرايفور تاني من الأردن أنا ربحت أول على الترتيب العرب وثالث على الترتيب العام وفي الجونيور درايفور كان عثمان أبو سمراء ربح بطولة الشرق الأوسط للجونيورز بعدين وقفت سبقات كارتين بعد ما عملت بطولة الأوردن لأنه صاري بطولة الشرق الأوسط صرنا اتجاه ناكتل للتنظيم عملنا فريق صرنا ننزم سبقات عملنا بطولة رمضان واللي صارت انه لايت نجاح كتير كتير كبير وهلأ بآخر سنة إلها صار عم بيجي كمان درايفورز من بره يشاركوا فيها فكلمان عم تكبر وعملنا بطولة الروتاكس ماكس اللي هي هاي اللي بربح فيها كجائزة بيطلع بطولة العالم للكارتينج فهي كمان كتير شجعت الدرايفورز إنه يفوت لنصار صار فيه إش عم بيقدر يوصل له ومدرسة كمان زي ما حكيت مدرسة المدرسة عملناها بللشناها من الالفين وستة عملناها بالتعاون مع جوردن سبيد سنتر هاي المدرسة كانت مفتوحة للكل مش بس للي بسابقوا كارت بيجوا ببلشوا على سيارات أضعف شوي الباور تابعهن مخففة منعلمهم كيف يبلشوا يسوقوا كيف يمسكوا السيارة صاح كيف ياخدوا خطوط تسابق كيف يطلعوا عن بعض والحلو فيها بتلاقي كتير درايفورز عم بيتحسنوا وكتير من هون خلق انه صار بلش سابق عن جد وهي المدرسة من الهلاء مفتوحة للكل بتتمنى لك التوفيق بس فيه نقطة حابين اعنياك نذكرها انه رح تعملوا حملة توعية في المدارس لا تفرقوا او الشباب يفرقوا بين السواقة بالسيارات العادية والسيارات المجهزة لهيك سرعة صحيح اكيد هلاي ان شاء الله منحضرها للسنة الجايب نعمل ورشاط عمل بالمدارس اللانه كتير مهم انه على اصابت انه يحب في كل الشباب يحب يسوئ يحب يسوء يسوء لازم فرق بين عندما واحد يطلع يسوء بسيارة عادية او لما يطلع بسابق اول شيء يتعلهم صح يكون الطرق المسكرة له تكون الأطرق مجهزة إلغة سمح الله إذا صار اشي ما رح يتأزى هو لابس كل لبس السلام الكامل ان كان الخودة الكفوف والأوفورول وغيرك انه ما في حد غيره انه الطريق له يعني ليس بشكل عشوائي اكيد أكيد أكيد لا يصبح أحد يسرع بالشوارع لأنه يحب يسرع هذا شيء غلط مزبوط لا أشكرك أحبز كل التوفيق لك في هذه الرياضة المميزة شكرا